الحاجة الثانية أنه التحديات اللي بيواجهها الثانية هو بيواجه رفض عائلي ورفض مجتمعي فعشان كده زي ما قلت لك المجتمع يقبلك أنك تكون ملحد على أن تكون مسيحي العيلة تقبل وخلاص يعني لكن أن تكون مسيحي هو دي مشكلة عشان كده لابد أن نساعد العابر نقول له العيلة رفضتك مش لأنهم ما بيحبوكش هم بيحبوك يعني نمكن المحبة في داخله ونحوهم كمان وأنه يلتمس لهم العذر بحيث أنه هؤلاء بدل ما يعاديهم أو يشعر بانكسار داخلي يبتدي يصلي من أجلهم أنه زي ما الرب فتح عينيه يفتح عينيهم وفيه أمثلة كتير جدا بمثابرة الإخوة الأحباء الأطقياء اللي نموا وتتلمزوا وكبروا مع الرب كانوا سبب بركة وخلاص لكل بيتهم يعني أنا حكيت في أحد الحلقات عن المسيح الكذاب أو المسيح الدجال لهو ضد المسيح واتذكرت أليس عجبا أنه كل العالم يعني بدون استثناء الغرب بيكره المسيح والشرق بيكره المسيح وكل الديانات بتلغي المسيح أو بتكره المسيح والأغرب أنه الغرب والشرق وأيها بهاجموا كلهن المسيح لكن ولا واحد لا في الغرب ولا في الشرق بهاجم مثلا محمد أو الإسلام أو الهندوس أو البوذية أو مع أنه حياة المسيح وأخلاقيات المسيح تفوق كل هذه الأمور ما بيخلكش تستغرب وتسأل ليه إيش معنى يسوع؟ بس بردو يسوع بردو قال أبغضوني بلا السبب وسيبغضكم بالعالم دالي نعوز أقوله معتناش يعني هيك يريحنا شوي لا 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 رح تضطهد ورح تبغضه في العالم سيكون لكم ضيق نعم لكن ثقوا أنا قد غلبت عشان كده أحنا نشجع أخوتنا العابرين نقول لهم أحنا لم عبرنا بردو العالم رفضنا لأنه لم يعرفه وبالتالي لم يعرفنا ولم يسمع علينا بس في نفس الوقت أحنا علينا مسئولية تجاه هذا التحدي هو رفض من أهله أحنا أهله نعم رفض من مجتمعه الكنيسة مجتمعه ولما بتكلم عن الكنيسة لا أقول أنه كنيسة عبارة عن يعني مباني أو بتكلم عن مثلا طائفة أما بتكلم على شعب الله أو جماعة المؤمنين نحن عائلة واحدة نحن أعضاء في جسد المسيح مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر